السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درواتنا انت خلصت كلية وعلى فترة مجرد شغل وعمل تدور فالشركة تصل بيك قلت لك تعالى رحت عملتها انترويو قال لك قلت فابروك تشغل معنا امد العقد ماضية العقد وما غير ما تقرأه لا ما تمديش الورقة غير ما تقرأ وكون وفع على كلها في الصور ممكن ساطر فيهم من خسارك كتير يعني ممكن ساطر فيهم بيديك مثلا شرط جزائي 100000 مفيش حاسة اسمها شرط جزائي لموظف الشركة امتى يبقى في شرط جزائي لو انا مثلا قال لي مثلا هتاخد كورس خلاص ومشيت قبل ما تدفع مثلا معنا سنة بعد الكورس تدفعنا ادفع الكورس اه ده كده منطقي ما بقولش صح والغرض بس بقول اه كلام منطقي ان هو الرجل يحاول اساس مرخية وانا مشيت فخلاص بدفع التمن من الكورس او نص الكورس او حسب ما ادفع عليه انما انا خيار عندك وعلي ازا امشي ده حق ان انا امشي بديك فترة العادي شهر اقدر في العاد قال لك ثلاث شهور او اربع شهور او خمس شهور ده ظلم ان انا فيش حد هيسنيك الفترة دي امتى خلت ثلاث شهور او او اربع شهور لو انا مسك منصب مفيش حد زي في الشركة مثلا شركة عملاقة جدا جايب واحد بمئة الف مسكتها رئيس قص بالحسابات او رئيس قص بالتكنيكال وابل ما يمشي لازم فعلا يديهم فترة حلوة يجبوا حد يعرف اللي طالبت الشغل عملا ازاي ويفهم ويستلم من الشغل او دي مكفومة انما انا واحد من ضمن مئة شخص شغالي في المكتب وخبرتي لسه بلتدي ليه اللي تخليتها شهور ده كده هيطير مني فرص كتيرة لانا مش حد هيستنمي ابتر من شهور في حاجة اكترى في العود بتبقى مصايب مصايب سودة او يعني يولا تمت على الثمارة الستة قبل ان تشلم الشغل الثمارة الستة مش استلاعب الثمارة الستة ان انت خلصت الشغل ومالكش روص عندهم فانما تجتمشي تطالب بالمرتة وتطالب بكذا يقولك هو انت ماضي الثمارة الستة فلأ لو وليت شركة تقول لك انت الثمارة الستة فاعرف ان الشركة دي بيش ماشي كويس بيش ماشي موضبوط تمام انا كنت رعي شركة على مرتة كويس جدا وبعد كده لقيت في الورقة الا قلت لهم لا خلاص انا ما شارتش ولا يوم في الشركة تمام فلو لقيت اي سطر مش واضح روح للحر او الشيون القرنية هناك ولهم سطر ده مش واضح ولو فيه شارت جزائج دي او حاس ان فيها حاجة فيهم اتعمل لك بشكل في المستقبل اسأل فيها الناس والناس اللي هي شغلة ما تخليش حد يفتي واحد يكون اصغر منك او واحد يكون لسه ما تشغلش فيه لا اسأل ناس تكوني شغلة بلا فترة الحاجة دي هتعمل لي مشاكل لان ممكن سطر اذا يعلى حقوقت يقول لك مثلا لو مش ايه قبل ما تقول لنا مثلا متى ثلاث شهور هنرسل منك مرة ثلاث شهور او هتفعلنا مبلغ كذا فاقرأ اللعقد كويس لان العقد شريعة المتعاكدين ربنا بيقولوا اوفو بالعقود فلازم نجرى العقد كويس ونتأكد ان احنا مفقين على كل حاجة لان بصراحة اللي بيعمل العقد ده الرجل القانوني اللي شغال على صاحب الشركة فبيحاول بيحاول كل اقتقته ان هو يجيب المصالح لصاحب الشركة ويجعل الموضة فالترازم تكون حريص ده ده في الشغلات اللي هي اي كلام مفروض يبقى فيه فيه اه ما تماشينيش غير لما تقول لها بشهر وانا ممشيش غير لما تقول لها بشهر كده احنا متفكين مفيش ظلم لأي طرف من الاطراف فاقرأ عد كويس لو لقيت اي ظلم في العقد او لقيت حاجة غير كويسة ما تسعود في الشركة دي ودور عشرة كويسة